اشتركوا في القناة سافي بتخرج وبيخرج وراها اشان وهو بيعمل لها نفس اللي تعامل معها وهي خارجة مزلولة وجيت شماي وبيقول انه هو ده كلام الرجال واشان بيقول انه هو لازم يعوضها اللي حصل لها والازلال اللي تعرضت له وكل اللي في الجامعة بيقوله سافي بريئة سافي بريئة احنا جنبك وخرجوا لبرة الجامعة عشان يعرفوا كل الناس ان هي خلاصت عرف ان هي بريئة هاريني بتشوفها وعملت عاية وهي طبعا مبسوطة جدا من اللي حصل لها اسماعي اللي انا بحاول اقوله قالت له وانت سمعتني مبارح وانا بحاول ابررلك وانفكر بعد كل اللي انت عملته هتحصل على السمح انت كنت ضمن الظلم اللي انا تعرضت له وانا اللي اثبت ان انا بريئة ومش حمدحك ولا شكرك قال لها انت طريقة كلامك وغضبك مش مخليه ان حد يعرف يتكلم معاك وما شو سبها رومي داق جدا من نيشي بيقول ان كل اللي حصل دوت بسبب هو لانه هو ما بعدش الولاد لخارج بونا زي ما قاله وكانوا قاعدين في جاراج قريب جدا من الجامعة بنوطة بقى بتصور كل اللي بيحصل هناك وقد ايه ان الولاد هنا بيركزوا وبيذكروا كويسين جدا فسافي بتلمح واحد وهو بيشرب سجاير فبتجري عليه وتقوله انت مش جاي هنا عشان تتجول انت جاي هنا علشان خطر تذاكر وتدرس مش اكتر من كده فهم كلهم بيقولولها خلاص يا سافي حصل خير هاريني بتروحوا بتجيب كعكة عشان يحتفلوا بتبرئة سافي طلبوا منها ان هي تتمنى امنية علشان خطر تطفي الشمع وهي مغمضة عنها كده في تقرة ايشان وجالها تليفون والتليفون دوت من واحد بيشتغل في مكتب المحامية واللي بيفكرها بورق الطلاق وبالفعل بتروح سافي بورق الطلاق لوالد ريفا وبتقولوا انا عطلتهم كتير ومش هعطلهم اكتر من كده وبعدها اولئة الامور مجتمعين وبيتكلموا مع ايشان وبيقولوا احنا بنبعت اطفالنا هنا علشان الدراسة مش عشان خطر التسكع ولادنا مش بيحضروا المحاضرات وحاجات غريبة بتحصل في الجامعة في الفترة اللي فاتت الاول تسريب ورأة الاختبار وبعدها تبريئة سافي من الموضوع اللي هي زوجتك وكنت عالت بوسلي حاجات غريبة بتحصل وبعدها دلوقتي بيروحوا يعودوا يتسكعوا في متجر الشاي وشوفوا الفيديو كمان وبيوروا الفيديو وبيقول ايشان ان هما بيخرجوا برا الجامعة وبيعملوا كده اعلاقتنا بالموضوع قالوا له ما هم تلازم اللي تشدوا عليهم احنا هنا بندفع فلوس كتير علشان خطروا ولادنا بيتجهزوا للخدمة الادارية انما انتو بتعملوا ايه وبالفعل بيقولوا نيشي ان قال حضور الاطفال كتير الشهر اللي فات وبترد دولاية الامر وبتقول ان الاطفال بتسوق حالتهم واحنا بندفع المصاريف علشان كده سيدرقوا ارجوك لازم تاخدوا اي رد فعل وقال احنا هنروح لإسم الشرطة فايشان بيقول لا ما تقلقوش وانا هحل المشكلة دي ودي وعدي ليكم وبالفعل الكل قاعدوا عماليني يشتغلوا بيذكروا بيدرسوا وبيقولوا تسافي ان احنا عايزين ناخد استراحة شوية لكن سافي مش موافقة وصرحانة كتير في اللي بيحصل لها ورق الطلاق والكلام ده كله هاريني بتقول لزوجة شكلة ان هي حتتصرف مع سافي لان هي عارف ايه اللي قلقها فبتقولهم انتو مليتوا من مادة ذكروا مادة تانية انتو مش هينفع انك انتو تاخدوا استراحة وانتو عاوزين تقدموا في الخدمة الادارية وبدأت ان هي تسألهم اسئلة وبيردوا عليها فبتقول لها ارجوك ايدينا استراحة فقالت لهم انتو لو خدتوا استراحة هتنسوا اللي انتو ذكرتوه فبتقول لها هاريني ان هم محتاجين استراحة قالت لهم طيب انتو عاوزين استراحة انا عارف انا هخرجكم اللي انتو فيه ده ازاي وشغلت اغنية وبدأت ترقص وهم بقوا بيرقصوا معيها وبيخرجوا نفسهم من المشكلة دي بيجي ايشان وبيقول لهم اللي انتو بتعملوه هنا سايبين كل صفوفكم جايين هنا عشان تهزروا وايه يا سافي انت كمان اللي بتعمليه ده لو انت مش مركزة في مستقبلك ومش عايزة تعملي اي حاجة فيسي بالاطفال يركزوا في مستقبلهم قالت له انت مين انت علشان خطر تسألني ولا تتكلم معي ما انت عملت اللي انت عايزه خلاص وحصلت على اللي انت عايزه فبيبص لها مستغرب فين حلمها لانك بتفسدي جمعيتي قالت له لا ده قصر بصلي ولا ده جمعت بصلي عشان تتردني منه او تهين كرمتي زي ما بتعمل ده مالي ومتجاري وبدفع ايجاره وملكش دعوا بي بيرد عليها عشان وبيقول لها اللي انت بتقوليه ده وايه طريق كلامك دي فكل الطلوب بيردوا علي وبيقولوله ان هما بيجوا هنا عشان يدرسوا واني سافي بتشرح لهم بطريقة كويسة جدا فبيقول لها انت ما تعرفيش ان هانكيت بيجي هنا عشان خاطر يدخن وبيوريها الفيديو قالت له انت كالعادة جاي بنص الحقيقة وبس قال لها يعني انت بتقولي ان هما هنا بيحصلوا على مذاكرة وبيدرسوا فبيقولوله ايوه وسافي بتشرح لنا احسن من انتكادرة جوا فبيقولهم خلاص يبقى انتوا هتدخلوا معايا تحدي بكرة هختبركم ولو في حد فيكم قال عن ال 75% مش هتحصلوا على 20 درجة داخلية وكمان سافي هتقفل المتجر بتاعها كلهم قالوا موفقين وقابلين التحدي لان احنا كلنا واسكن في مجهودنا سافي مش موافقة نيشي بيقولها مش قابلة التحدي ليه هما الطلاب واسكن في معلمة اموتي مش واسكة في طلابك قالت له الموضوع مش كده لكن انا مش عايزة حد فيهم يخسر درجات بسببي لكن سافي في النهاية بتقبل التحدي وهاريني بتقولها انا شايفة اللي انت بتعمليه وعارفة كويس انت بتعملي لي كده بس انا شايفة اللي بتعمليه مش صح قالت لا سيد اشان هو اللي جالي بنفسه بورق الطلق وانا مش حاضر اعمل اي حاجة غير ان انا وافق عليه والموضوع ده مش عشان خاطر بينه وبينه الموضوع عن المبادئ نيشي بيقول لي ايشان ان سافي كانت بتتصرف بواقحة وغرور شديدين ويقول له ايشو ياريت تعمل اختبار صعب جدا للطلاب علشان خاطر هي تقفل متجرة وتمشي من هنا فبيقول له ان ده ما ينفعش وسافي تطالبه بتاعتنا برضو بيدخله راو ويقول له ايه اللي انت بتقوله ده ايشان اعمل الاختبار وفقا لك انت وبيقول لي نيشي لازم تتعلم ازاي تتكلم معاه وانت تقول ايه لان ايشان عندهم مبادئ ومتمسك بيها لكن احنا مش هنخلي سافي تنجح ابدا سافي بتقول للطلاب يلا روحوا البيت واستريحوا علشان تتجهزوا قويس للاختبار بكرة وهم قالوا لها ان احنا بنعمل الاختبار ده عشان يدي تستحقي المجهود ده وشكرا لكي شكرا بيدي لسافي المكسب بتاع الاسبوع وقالت له انا حديك نصيبك بكرة عشان عملية والدتك وعشان انا كمان هجيب ادوية الهاريني وحطت اللا الفلوس عند التمثال بتاعها ده سوريكا تعبان ومصدع جدا وريفا بتحاول تعمل لها مساج عشان دماغها وبتقول لها ان هي عرفت كل اللي حصل في الجامعة وانها مش عارفة ام تسافي هتبعد عننا فبتقول لها تمت اهانة كرامتها وتم اثبت ان هي بريئة ويشان كان لازم يعمل كل اللي هو عايزه ده وكل اللي هو بيعمله لانه مدير الجامعة قالت له مدير الجامعة وبتصرف وفقا ليه لكن هي ممكن تفكر انه بتصرف على اساس انه هو جوزها لانها موقعتش الاوراق فرحتها ريفا وقالت لا لا هو يوقعت الاوراق بالفعل سافي مسترياحة جدا ومبسوطة وبتقول الدني بركتكم لامها وابوها وقفلوا المتجر وفجأ حد ظهر من وراه بيقول لها الحقيقة يا سافي المتجر بيولع سوريكا بتقول لها المبسوطة جدا بسبب اللي حصل وريفا قال لها تليفون باللي حصل للمتجر بتاع سافي وهي بتحاول توصل لإشانه وتكلمه سافي طبعا وقفة ومتدايقة جدا باللي بيحصل وبتشوف شوكلة وبتشوف المجود اللي وبازله معها في المتجر ده وان الفلوس جوه وسافي بتجري على جوه عشان تجيب الفلوس وبتقول لها دي فلوس ده واكي وفلوس عملية والد شوكلة وبيجري وقراها إشانه بيدخل معها المتجر وبتحاول إن هي تجيب الفلوس ومش عارفة وإشان كمان بيحاول إن هو يجيب الفلوس وبيحاول ينقذها من النار وبتقول له أرجوك يا سيد إشان ما تعملش كده لكن هو بيجيب الفلوس بتاعتها وبيجيب لها صورة أمها واباها وبيخرجها من النار وبيقول لها أنت كويسة يا سافي سافي داخد وقت في الأرض وماسكها إشان وخايف عليها بتشوف الجرح اللي في إيده والحر اللي في إيده وبتقول لها تماية علشان تحطله على إيده لكن ريفا بتيجي وبتاخده وبتقول له أنت بتعمل إيه وبالفعل راحوا وجابوا صندوق الإسعافات من الجامعة وبيحاولوا إنهم يدوج روحه لكن ريفا بتاخد بالها وياه بتتكلم مع إشان أنهم تسامعها أصلا ولا شايفها وبصص لسافي ومركز معيها وطبعا هي بتددق جدا وبتقول له إشان أنا بتتكلم معيك نيشي بيقول لها أعمل إيه للإسعافات الأولية بتروح ريفا على سافي وبتقول لها أنت إزاي بتعملي كده كل مرة بتخلي المشاكل وبتخلي إشان يلف حواليك أنت بتعملي ليه كده ما تبعدي عنينا ومشي من حياة إشان أنت اللي خدتي قرار بنفسك وأنا قابلت بكل قراراتك ووفقتي على الطلاق محدش أكبرك على حاجة وكان ده قرارك فليه حط عينك عليه